احنا اليوم الحمد لله يعني اذا بنحكي عن فوات التأمينية يعني بحدود النص مليار سنويا وانتو بدينوا للحكومة اه تمام استجيك على الحكومة اه اذا بنحكي عن اه موجودات 12 مليار دينار ومتقطع انها نقدي اه برضو جيك عليها بس خلني اكمل هالفكرة يلا يسا الله ماشي ماشي يمشي معك ماشي احنا اليوم اه منحكي عن وضع مالي الحمد لله ممتاز ولكن هذا الحكي ما بينفيه انه احنا بحاجة ان نفكر بالمنظور البعيد المدى لانه هذا الضمان اجتماعي مش معني فيه وفيك وبيه طبعا معني بولادنا بكرة احفادنا قرينا 300 الف مشتر طبعا طبعا ونحكي فاليوم ما في اسر اردنية الا تكون اليها علاقة بالضمان اجتماعي حقيقا فتعديلاتنا المجريها اليوم هدف منها انه نمشي بالمؤسس بالضمان اجتماعي لعقود قادمة طيب ما من يجي بكرة يجي قول لك واحد والله هذا الادارة السابقة كانت رحل مشاكل احنا ما نرحل مشاكل اي تعديل من قانون غير شعبوي احنا لكن بهمنا في المحصل لانه هاي المؤسس ضلها ماشي يعني ماشي بنجي على سؤال الدين الحكومة اليوم احنا وهذا احنا نحاول نساعد مع بعضنا نطلع من فهم دين الحكومة لانه احنا بالضمان الاجتماعي متعامل مع استثمار بالسنادات كاستثمار وانا بعتبر ان هاي يعني ميزة منحة الضمان الاجتماعي اقول لك ايها ببساطة احنا اليوم عنا استثمارات 6.5 مليار دينار بالسنادات عنا استثمارات في العقارات محدود يعني بظلها محدود مقامة تباق بالسنادات في عناها بالسوق عمال المالي بالاسهم في عنا وداعي في عنا خروض اليوم عنا وداع حوالي مليار و 350 مليون دينار كويس؟ هاي وداعي في البنوك وداعي في البنوك العاد عليها اقل من 300 افترض اليوم انه ما فيه سنادات اليوم احنا هلنافذة للسنادات الحكومة قالت احنا نبناش نتعامل مع عرض موضوع السنادات ايش رح يكون عنا الفائض اليوم كم حجم الوداع في البنوك رح يكون عنا بحدود 7 مليار 8 مليار 8 مليار قدر رح يكون معائد عليهم 3 مية هذا 300 على الطاقة الاستعابيلة للجهاز المصرفي يعني كمان عليها قيود فانت بجوز تحكي عن 1 مية و 1 مصف بالمية والبنوك نفسه إذا احطرت وداعي رح تتعيد استثمارها وين بالسنادات إذا نحكي عن عائدة استثمارية ومسردات عائدها استثمارية حوالي 5-5 مصف بالمية العائدة استثمارية على باقي الأدوات غير أدوات السوق النقدي اليوم أقل من 2 مية إذا نحكي عن عوائد إذا نحكي عن أمان وضمان إحنا الأكثر جهة اليوم ملتزمة سواء نحكي عن اشتراكات أكثر جهة ملتزمة بأداء الاشتراكات فوقتها هي الحكومة الله وكلا ما بتأخروا يوم يوم ما بتأخروا فإذا نحكي بعد استثمارية هكي قلت لك أن العاد عليها مرتفع مخاطر متدنية معدومة إذا نحكي عن بعد قانوني أموار الضمان الاجتماعي بكل أحوال أنا فيه وغيري ومي مكان مستقلة بكامل على أموار الحكومة طيب هذا اليوم ها أنت مطمئن يعني أكيد واضح من بحكي لك إياه اليوم حجم الإسناد المحلية الدين عفوا الدين الداخلي كم اليوم 16 مليار دينار تقريبا الضمان الاجتماعي كم فيه منه بسادات 6.5 مليار كم باقي 9.5 مليار مين بستثمر فيها البنوك اللي أصدر وداعنا أصدرحنا وين فيه في البنوك فالأولى الخاف على وداعنا ما نخاف على الله فالأمور الحمد لله ممتازة جدا يعني الوضع أنا بحكي أنه هاي الاستثمار في السندات ميزة وضع المؤسس وصندوق مريح جدا الحمد لله ومطمئن محد يش يخاف احنا ما أحد يخاف أكيد مي هاي إن شاء الله مسلمات في عنا إجراءات نحنا كمان إضافية كلها تعز من وضع المال المؤسس موضوع ضبط التقاعد وبكر اليوم الأمور مسلطرة لها بالكامل موضوع توسعة شمول ما يقلقوش لا طبعا اليوم الأساس القلق على إنه واحد إذا كان غير مشهور بالضمان اجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة